اشتركوا في القناة تكلمنا في اكتر من حلقة سابقة عن طريقة عمل سيارات الدفع الربعي وكيف تستخدمها ومتى تستخدمها الدفع الربعي في السيارات او الشاحنات هو انتقال القوة للاطارات الاربعة بدل الاطارين هذا مهم لما تكون السيارة على الارض تزلقى والتماسك فيها متعب تراب طين تلوج امطار بدل ما يكون عندي اطارين يحركوا السيارة واطارين يكونوا حمل وجهد على السيارة القوة تروح للاربع اطارات بالتساوي وبالتالي السيارة تحركها والتحكم فيها في مثل هذه الظروف يكون افضل فيه ثلاث انواع من الدفع للسيارات اما دفع خلفي القوة تطلع من المحرك للدفرنس ومنها للاطارات او دفع امامي قوة الدفع تطلع من المحرك للجير والدفرنس ومنها للاطارات او دفع رباعي للاطارات كلها الدفع الرباعي اما اختياري ويسمى 4x4 او 4 wheel drive بحيث تتحكم انت كسائق بمتة تشبك هذه الاطارات الاربعة ومتة تفصلها هذا يكون عن طريق عصاد تحريك او زر اذا كان الدبل الالكتروني او دفع رباعي دائم all wheel drive بحيث الاطارات الاربعة شغالة بشكل دائم الكمبيوتر قاعد يراقب السرعة والمنعطفات والتسارع وبناء ان عليه يوزع العزم ما بين الامام والخلف وحتى ما بين اليمين واليسار يمكن للاختصار الفرق بين الدفع الرباعي والدفع الرباعي الدائم ان الدفع الرباعي في دبل او transfer case يوزع القوة ما بين الامام والخلف يبدأ بالخلف غالبا وتتحكم فيه انت كسائق ولما تشبكه يوصل القوة للامام اما الدفع الدايم ففي central differential او difference وسطي يتحكم فيه كمبيوتر يوزع القوة بين الاطارات الامامية والخلفية حسب معطيات كثيرة بناء على حالة الطريق تماسك الاطارات القوة الدعس السرعة الجير زاوية الانطاف فالاول الدفع الرباعي اختياري انت كسائق تختار متى تشبكه بتتفصل اطارات في الدفع الرباعي الدائم الكمبيوتر هو سيد الموقف مسمى الفور باي فور او الاربع في اربع له دلالة العربة او السيارة فيها اربع اطارات والقوة توصل للاربع اطارات عشان كده بعض الشاحنات فيها ست اطارات لكن القوة توصل لاربع عشان كده اسمها سكس باي فور يمكن لاحظتم انه كثير من الشركات صارت تصنعوا بشكل اكبر سيارات دفع رباعي دائم هذا لانه التحكم فيها افضل وثبات وامان اكثر خاصة في التسارع المفاجئ او خلال منعطفات او مع المطر والتلج والطرق الترابية وغالبا اصحاب هذه السيارات ما يطلعوا البر او يستخدموا السيارات استخدامات شاقة لكن لو يحتاجوا لامور بسيطة فالكمبيوترات والتقنيات الجديدة الموجودة في هذه السيارات تخدمهم فصار توزيع القوة بين الاطارات اسهل وبقطع اصغر واخف فالدفرنس الوسطي صغير جدا مقارة بالترانسفر كيس او الدبل ايضا واذا لاحظتم سيارات الدفع الرباعي الدائم عادة ما تكون مريحة اكثر من سيارات الدفع الرباعي العادي لان النظام التعليق فيها انعم واريح فالاستخدام الامثل لها هو على الاسفلت وتبدع خاصة بالمطر والثلج والطرقات الغير معبدة البسيطة لان التحكم فيها ممتاز وامن والسؤال هل ممكن تستخدمها في طرقات وعرة جدا البر والرحلات الوعرة او الكثبان الرملية لا السيارة ما هي مجهزة لذلك الا اذا حابب تتجنن العنوان العريض اللي لازم نركز عليه في الدفع الرباعي الدائم هو التماسك او اللي قريب التماسك الاطارات على الارض ففي الجيل الاول من هذه السيارات كان كل اللي بيعملوا الكمبيتر الخاص بنظام الدفع الرباعي الدائم هو مراقبة سرعة الاطارات مع بعضها عشان تكون القوة اللي واصلة للاطارات متساوية فالكمبيتر براقب سرعة الاطارات الاربعة وحسب الانزلاق للاطارات يوزع القوة ما بين الامام والخلف في الجيل الجديد من الالويل درايف صار الامر متفرع والكمبيتر صار يتحكم بكل شيء مو بس للامام والخلف بل صار يتحكم لليمين واليسار فالنظام يعالج الاندرستير والاوفرستير المفاجئ اللي ممكن يصير عبر نظام اساسيا الدبل الذكي والفرامل الذكية فالقوة والتسارع من الصفر اذا كان الشارع جاف يكون عادة للخلف اكتر حوالي 80% في الخلف و20% للامام لان الوزن يكون للاطارات الخلفية اكثر بعد المشي لمدة يتم تعديله 60% الى 40% لكن لو الطريق كان زلق جدا تلج مثلا التقسيم يكون 50% للخلف 50% للامام عشان التماسك يكون رائع مع المنعطفات وانت ماشي ذكاء الكمبيتر يراقب الاحمال ويحسب كم قوة الدعس وزاوية الانضافه وبناء عليه يحول القوة بين الاطارات يمين ويسار واحيانا لو صار انزلاق بسبب مطر واي شيء تاني يضغط الفرامل على الطرف المقابل بمقدار بسيط عشان يثبت السيارة ويخليها متوازنة بالمقابل السيارات اللي ما فيها هذه الانظمة تكون عرضة اكثر للانزلاق والحوادث خاصة مع الامطار والثلوج وجود هذه الانظمة تعطيك افضل اداء وقوة وعزم وتماسك وترفع من مستوى السلامة بشكل كبير اثناء القيادة فالكمبيوتر براقب كل شيء ويعمل ردة فعل آنية سريعة احنا ما تشعر فيها انت كسائق مقارنة مع ردة فعلنا احنا البشر لعوامل تظهر امامنا بتكون عادة بطيئة احد الامور اللي يميز نظام الدفع الرباعي الدائم هو صغر قطعه فالدفرنس الوسطي صغير مقارنته بالترانسفر كيس او الدبل وصارت كثير من الشركات الرياضية تستخدمه لانه التماسك افضل سواء في الانطلاق او المنعطفات زي ما شرحت فتماسك السيارات الرياضية وغير الرياضية مع الدفع الرباعي افضل بمراحل سواء كان على الحلبات او في الشوارع باختصار الدفع الرباعي فيه كل حسنات الدفع الخلفي والدفع الامامي مجتمعين مع بعض من ناحية التماسك والتوازن والقوة وكل المساوئ من ناحية زيادة الوزن ارتفاع التكلفة واستهلاك الوقود لذلك سعر وقيمة هذه السيارات بشكل عام اعلى من غيرها طبعا تفاصيل الامور بالضبط وكيف يشتغل يختلف من شركة اخرى واللي تكلمنا عنه اليوم هو فكرة عامة عن النظام وطريقة عمله والسؤال اللي دائما بيوصلني اي سيارة اشتري اذا كانت قيادتك اغلبها على الاسفلت واحيانا او نادرا ما تروح المزرعة او اطراف المدينة فيمكن الدفع الرباعي الدائم هي السيارة المناسبة لك اما اذا كنت ناوي تستمتع بالطعوس والكثبان والجبال والوديان والتخيم فاروح لسيارة الدفع الرباعي مختصة ولشيء يناسب الحفلة اللي انت رايحة اتمنى اني اكون غطيت كل شيء بما يخص الدفع الرباعي الدائم والعادي سواء بهذه الحلقة والحلقات السابقة اختم معكم بجملة سمعتها وعجبتني وحبيت اشارككم فيها تعود الخير فان الخير عادة لا تنسى تسوي شيء طيب في حفظ الرحمن